طبعاً ضمائر رفع المنفصلة عبارة عن ثلاثة ضمائر ضمائر المتكلم، ضمائر الغائب وضمائر المخاطب ضمائر المتكلم هي أنا ونحن أنا تستخدم للمفرد المذكر والمؤنث أنا طالب، أنا طالبة نحن للمثنى المذكر والمؤنث والجمع المذكر والمؤنث فبحكي مثلاً نحن طالبان، نحن طالبتان نحن طلاب ونحن طالبات ضمائر الغائب هو، هي، هما، هم هن هو للمفرد المذكر بحكي هو طالب هي للمفرد المؤنث هي طالبة هما للمثن المذكر والمؤنث هما طالبان هما طالبتان هم للجمع المذكر هم طلاب وهن للجمع المؤنث هن طالبات ضمائر المخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن أنت للمفرد المذكر أنت طالب أنت للمفرد المؤنث أنت طالبة أنتما للمثنى المذكر والمؤنث أنتما طالبان وأنتما طالبتان أنتم للجمع المذكر أنتم طلاب أنتنى للجمع المؤنث أنتنى طالبات كيف بيجي السؤال أنه مثلا بحكي لك أنا فراغ واختار لي الاسم المناسب بعده بحط لك مثلا طالب طلاب طالبات ايش بختار؟ أنا للمفرد المذكر والمؤنث إذن بختار أنا طالب وهكذا لا النافية ولا الناهية لا تتناول السكاكر طبعا من اسمها ناهية إنها تنهي عن وقوع الفعل نافية تنفي وقوعه لا تتناول السكاكر لما أنا أباجي رحكي لأحد الطلاب أو أحد الأفراد لا تتناول السكاكر إذن أنا بنها معناته هاي لا الناهية بقيف عرفت أيضا إنها لا ناهية من الفعل تتناول بأنه انتهى بالسكون لأنه لا ناهية عبارة عن حرف جزم حرف من حروف الجزم لما بدي أاجي أعرف بحكي لا حرف جزم وناهي تتناول فعل مضارع مجزوم معلمة جزمة السكون الظاهرة على أخرين لا يتناول أحمد السكاكر أنا هنا ما ناهيت أحمد عن تناول السكاكر وإنما نفيت عنه بأنه بيتناول السكاكر إذن لا هنا حرف نفي يتناول بلاحظ إنه حركتها ضمة إذن هي فعل مضارع مرفوع علامة ترفع الضمة الظاهرة على آخرين كيف بيجي السؤال يا أما أضبط حركة الفعل بعد لا وحسب الصياق أنت بتحكي لي يا أما سكون يا أما ضمع أو أنك تعرب مثلا بحكيك لا تتناول ما إعرب تتناول أو لا يتناولوا ما إعرب يتناولوا علامات الترقيم لدينا الاستفهام التعجب والنقطتان الرأسية علامة الاستفهام توضع بعد السؤال مثل أين تسكن علامة التعجب توضع بعد جملة التعجب مثل ما أجمل البحر النقطتان الرأسيتان توضع بعض القول مثل قال سامي نقطتان رأسيتان همزة القطع والوصل كيف السؤال بيجع عليها أنه ضع الهمزة المناسبة وحط لك خيارات وحسب ما إحنا تعودنا بنكتب الصح كيف يعني أنه بلفظ قبلها حرف الواو أو الفا إذا لفظت الهمزة بتكون قطع إذا ما لفظتها بتكون وصل مثل اقرأ الدرسة وقرأ ما لفظتها إذن وصل والدرسة ما لفظت الهمزة إذن وصل أسعد أو إسراء أسعد وأسعد لفظت الهمزة إذن قطع وإسراء لفظت الهمزة إذن قطع اسم التفضيل هو اسم على وزن أفعل مثل أجمل أصغر أكبر وهكذا ممكن أجيب لك سؤال إنه أختار اسم التفضيل من بين هذه الأسماء بيكون واحد منهم هو اسم التفضيل والباقي ليست أسماء تفضيل فعل المضارع المجزوم حروف الجزوم حكينا لم ولما ولا الناهية مثل اللي أخذناها هون بلا الناهية إذن حرف الجزم لم ولما ولا الناهية لما بحكي مثلا لم يكتب لم حرف جزم إذن بعدها رح يكون الفعل مضارع مجزوم على مجزومه السكون لا تذهب لا هون ناهية إذن هي حرف جزم تذهب فعل مضارع مجزوم بالسكون الظاهرة على آخره كيف بيجي السؤال يا أما إعراب الفعل يا أما أنك تحط اللي الحركة على الفعل حسب موقعها في الجملة الهمزة المتوسطة الهمزة المتوسطة تأتي في وسط الكلمة وتكون على ثلاثة أشكال همزة متوسطة على نبرة مثل مئة همزة متوسطة على وو مثل مؤهلة همزة متوسطة على ألف مثل مسألة الآن كيف بيعرف الهمزة المتوسطة المناسبة للكلمة بالنظر إلى حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها وأكتب الهمزة حسب الحركة الأقوى وأقوى الحركة الأشية الكسرة الضمة بعدين الفتحة بعدين السكون طبعا بدي أنهوهكم لشغل أنه ممكن أجيبكم في الامتحان أسئلة صح وخطأ فركزه منيح بالسؤال اللي بيكون عبارة عن صح وخطأ يعني ممكن أجيب لك جملة فيها كلمة خطأ فبتكون الجملة كلها خاطئة أو ممكن أجيب لك مثلا الحال هو إسم منصوب يبين سبب وقوع الفعل وأسأل عنه بلماذا أكيد خطأ لأنه مين اللي أنا بسأل عنه بلماذا وبينني سبب وقوع الفعل هو المفعول لأجله فانتبهوا لهذه الأسئلة طبعا كيف بيجي السؤال على الهمزة المتوسطة أنه مثلا أكتب الهمزة المتوسطة أو اختار الهمزة المتوسطة المناسبة للكلمة أو اختار الكلمة الصحيحة من الكلمات بيكون حطانك مجموعة كلمات واحدة منهم صح بتكون الهمزة المتوسطة فيها صح والباقي خطأ الأسماء الموصولة الذي التي اللذان اللتان الذين واللواتي الذي للمفرد المذكر التي للمفرد المؤنث اللذان للمثن المذكر اللتان للمثن المؤنث الذين للجمع المذكر واللواتي للجمع المؤنث كيف بيجي السؤال نختار الاسم الموصول للجملة مثلا هذه البنت فراغ غابت عن المدرسة كيف بدي أعرف الاسم الموصول المناسب قبلها البنت والبنت اسم مفرد ومؤنث طب من من الأسماء الموصولة اللي يستخدم للمفرد المؤنث التي إذن بتكون الجواب هذه البنت التي أسماء الاستفهام أخذنا ماذا تستخدم للسؤال عن غير العاقل متى للسؤال عن الزمان أين للسؤال عن المكان كيف للسؤال عن الحال هل للإجابة بنعم أو لا كيف بيجي السؤال يا أما صح وخطأ أنه مثلا أين اسم الاستفهام يستخدم للسؤال عن الزمان أكيد خطأ أنه يستخدم للسؤال عن المكان أو أكتب اسم الاستفهام المناسب للجملة أو كون جملة كون سؤال صحيح من الجملة مثلا خرجت الساعة السابعة الآن الساعة السابعة عبارة عن زمن طب مين اسم الاستفهام يستخدم للزمان اللي هو متى فبيكون السؤال متى خرجت نون النسوة نون النسوة عبارة عن ضمير يتصل بالفعل الماضي ويكون مبنيا على الفتحة فيه محل رفع فاعل كيف يعني الفتيات جلسنا على المقاعد ليش سمنها بين النسوة لأنها تعود على اسم مؤنث الفتيات اسم مؤنث جلسنا جلسنا بلاحظ أن حركة الفعل الماضي صارت ضم بدل الفتحة ونضافلها نون مفتوحة فكيف بعربها؟ فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون هي عبارة عن ضمير متصل مبني على الفتحة فيه محل رفع فاعل هيك أنا بعرب الفعل الماضي المتصل بنون النسوة إذن الفعل الماضي أخذنا إنه هو بيكون مبني على الفتحة لكن متى يبني على السكون إذا اتصلت به نون النسوة الهمزة المتطرفة على السطر مثل الماء وعصب الحياتي هذا العامل كف هاي بلاحظ بأنها متطرفة على السطر طب متى بنكتب الهمزة المتطرفة على السطر تكتب إذا سبقت بحرف مد وآ وإ مثل الماء أو سبقت بحرف صحيح ساكن مثل كف كيف بيجي السؤال يا أما ضع الهمزة المناسبة بالفراغ مثلا بجيب لك الماء فراغ شو الهمزة المناسبة؟ وحط لك أشكال وإنت بتحط للصحيح أو إنه ما سبب كتابة الهمزة في كلمة الماء متطرفة على السطر وحط لك أنا أسباب وإنت بتختار الصحيح كلمات فيها ألف تنطق ولا تكتب أخدنا مجموعة من الكلمات هاي بعض منها طبعا مش كلها لكن تكتب بهذا الشكل ومن الخطأ كتابتها بهذا الشكل هاي الكلمات هذا الصحيح منها وهذا الخاطئ منها الألف اللينة لآخر قاعدة ألف اللين حكينا عبارة عن نوعين إما مقصورة أو قائمة ممدودة رمى طالب الكرة رمى لش كتبناها مقصورة؟ لأنه بحولها أنا للمضارع لما أحولها للمضارع بتصير يرمي انتهت بليا إذن بتكون الألف ألف مقصورة شكل ولده من ألم شكل كتبناها قائمة طب ليش؟ بحولها للفعل المضارع الفعل المضارع منها يشكو انتهت بلواو إذن بتكون الألف شكلها قائمة او ممدودة بيجي السؤال انه مثلا بحط لك فراغ الطالب والكرة وبحط لك مجموعة من الكلمات رمى بالالف المقصورة او رمى بالالف القائمة ايش بتختار بالالف المقصورة كيف عرفت انها بالالف المقصورة لانه بحول الفعل الماضي لمضارع اذا انتهى بالياق باكتبها مقصورة واذا انتهى بالواو بتكون قائمة ممدودة